محمد على هاشتاق البرنامج يقول بخصوص مباراة منتخبنا غدا إن شاء الله وش الخطة الأنسب من وجهة نظركم ومن تتوقع يفوز كابتن حمد والله يشوف فهي الخطة الأنسب ما في خطة بكرة مباراة مهمة جدا أول شيء اللاعب لازم استشعر المسؤولية لأنه يعني مجموعة ما هي سهلة صراحة أنت يعني أنا أقتلف نوعا ما مع الأخ ماجد أنه اليابان عندك وعندك استراليا منتخبين يعني مرشحة زي ما أنت مرشح يعني المؤكد أنه الفريقين اللي حيتأهلوا من هذه المجموعة بيننا وبين استراليا واليابان قوتك أنك تأهلت المرة الماضية من خلال اليابان نفسها صحيح هذه قوة صحيح لكن بعد جهد فإحنا المفروض علينا بارات الغد كان بارات أولى والناس يعني ممكن تستهين في منتخب فتنام أتفق معاك أنا أنه منتخب فتنام محضر تحضير جدا ممتاز يعني إليه قبل شهرين هو خسر من منتخب الإماراتي ثلاثة اثنين تأهل من مجموعة فرق نقطة عن الإمارات الإمارات كان 18 نقطة هو 17 نقطة فاز على ندنوسيا تعادل مع الأردن واحد واحد يعني منتخب صراحة يعرف إيش يبغى من البطولات هذه تعرف المباراة الأولى هي مفتاح الفوز صح إذا تسأني عن خطة لعب أكيد ما في شكله منتخبنا وتحضير مدرب المنتخب ثابت وواضح المنهجية خلينا نقول لك مبارتين الأخيرة تقريبا حتكون أربعة اثنين ثلاثة واحد هي الخطة الهجومية إن شاء الله بكرة ترجمة نانسي قنقر